موسيقى الأسئلة إنشاء الله السؤال الأول بيقول انظر إلى العدد ثمانمية وعشرة آلاف سبعمية واربعة وخمسين طبعا لما يجي نقرأ العدد لتتعودنا أننا عندي مسلا أحد عشرات مئات التلات أعداد دول مع بعض بعدين أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف مع بعض. بعدين نقرأ ده الاول يبقى ثمانمية وعشرة آلاف بعدين سبعمية واربعة وخمسين. دي طريقة قراءة العداد. السؤال بيقول لي اكتب القيمة المكانية للرقم واحد طبعا الرقم واحد هنا لو بصينا هللاقيه في منزلة ايه طبعا هنا احد عشرات مئات بعدين احد الالوف عشرات الالوف يعني هذا الواحد يقع في قيمة عشرات الالوف يعني قيمته المكانية هيكون عشرة الاف عشرة الاف او ممكن اكتبها عشرة الاف تمام طيب خلي بالك معايا في فرق بين المنزلة والقيمة المكانية لو انا قلت لك المنزلة هتقول لي منزلة عشرات الالوف او عشرات الالوف طيب لو قال لي مثلا القيمة المكانية للثمانية يبقى ثمانمائة الف لانها تقع في منزلة مئات الالوف ثمانمائة الف لو قال لي مثلا القيمة المكانية للعدد سبع للرقم سبع مثلا هنقول ان الرقم سبع في خانة المئات يبقى سبع مهين طيب لو قال لي مثلا سأل لي ما هو الرقم الذي يقع في منزلة العشرات هنقول له الخمسة ما هو الرقم الذي مثلا يقع في منزلة الاحاد هنقول له الاربعة يبقى انت لازم تكون عارف القيمة المكانية كويس جدا للعداد وطبعا القيمة المكانية بتقدر تعرفها من المنازل أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف طيب السؤال الثاني بيقول حوض جميع الأشكال التي تحوي خطين متوازيين ما معنى كلمة خطين متوازيين خطين متوازيين هم خطين المسافة بينهم سابتة يعني مثلا خلينا نجيب خطين ونرسمهم ونشوف ده الخط الأول الخط التاني هيكون على مسافة سابتة منه دي اسمها خطين متوازيين طيب مين في الأشكال دي اللي فيها خطين متوازيين هتلاحظوا ان الشكل الأول ده اللي واشيبه من حرف هتلاحوا فيه خطين متوازيين اللي هو خط اللي فوق ده والخط اللي تحت ده خطين متوازيين يبقى الشكل ده تمام معانا برضو نفس الشيء المستطيل هنا في خطين متوازيين ادي خطين متوازيين هم فوق ده وبرضو على اليمين وعليسار يبقى ده برضو هنختاره طيب هل الشكل الخماسي ده فيه خطين متوازيه يعني مثلا هل هذا الخط يوازي هذا الخط طبعا لا هتلاعزوا ان المسافة بينهم بتقترب من بعضها يعني ممكن يتقاطه هل هذا الخط يوازي هذا الخط طبعا لا هل هذا الخط يوازي أي خط آخر طبعا لا يبقى الشكل الخماسي ده ما فيه خطوط متوازيه طيب المعين آه فيه فعلا الخطوط متوازيه هذا الخط مع هذا الخط شايفين ده خطين متوازين وبرضو نفس الشيء هذا الخط مع هذا الخط خطين متوازين ممتاز طيب هل المثلث يبقى نختار ده الشكل ده طيب هل المثلث فيه خطين متوازين طبعا لا زي ما انتم شايفين ما فيش خطوط متوازين تمام طيب هل في خطوط متوازية فعلا فيه خطوط متوازية شوفوا معايا هذا الخط يوازي هذا الخط وايضا اللي عليمين هنا يوازي اللي عليها سقر هنا يبقى ده خطوط متوازية يبقى هنختاره وخلي بالكم لازم تختاروا جميع الاشكال اللي فيها خطوط متوازية لان لو نسينا اي شكل منهم هنفقد الدرجة السؤال ده علي درجة واحدة فبالتالي هنفقدها لو احنا ما اخترناش الشكل الاشكال كلها اللي فيها خطوط متوازية لانه قال لي حوط جميع الاشكال التي تحوي خطين متوازيين انتبهوا لهذا الامر لانه ممكن بعض الطلاب يختاروا شكل واحد وخلاص لا لازم تشوف كل الاشكال لانه هو قال لي حوض جميع الاشكال لو هو في السؤال قال لي حوض شكل شكل واحد يعني يبقى انا احوض شكل واحد وانتهى السؤال لو قال لي حوض شكلين يبقى انا احوض شكلين بس وانتهى السؤال اما لو قال لي حوض جميع الاشكال يبقى لازم اجيب كل الاشكال اذا نسيت اي شكل منهم مش هاخدوا الدرجة فانتبهوا انتوا بتحلوا هذا السؤال طيب في برضو حاجة اسمها خطين متعمدين لازم تنتبه لها ما معنى خطين متعمدين خطين متعمدين معناها انهم خطين الزاوية بينهم بتكون تسعين درجة الزاوية بينهم بتكون كام تسعين درجة دول خطين متعمدين الزاوية هنا بينهم بتكون تسعين درجة طيب في هنا اشكال خطين متعمدين اه المستطيل هنا شايفين المستطيل في زاوية تسعين درجة هنا شايفين طبعا نقول له اربع زاوية قائمة يعني اربع زوايا كل زاوية منهم تسعين درجة. طيب هل في شكل اخر من الاشكالها دي فيها زاوية تسعين درجة? لو رجعناهم كلهم مش هنلاقي فيه ولا شكل فيهم تسعين درجة. يعني مثلا نشيبوا المنحرف هنا دي زاوية حادة دي زاوية منفرجة. هنا طبعا انتو عندكم الخماس كل زاوية منفرجة. هنا المعين في زاوية حادة زاوية منفرجة. هنا مسلا متوازي في زاوية حادة في زاوية منفرجة. المثلثات المثلثات ما في زوايا آآ قائمة كله زوايا حادة طيب يبقى اذا الشكل اللي هيكون في زوايا متعامدة او يكون في خطين متعمدين هو المستطيل طبعا في مثل المربع برضو بيعمل لي خطين آآ متعمدين المربع انتم عارفين المربع برضو زوايا ايه قائمة زي ما انتم عارفين وبرضو ممكن ارسل مسلس قائم الزاوية يعني مسلس في زاوية قائمة تمام يبقى تنتبه للسؤال اللي هو بيجاي لك في الامتحان وتقرأه كويس جدا وتشوف مطلوب منك ايه هل مطلوب منك خطين متوازيين ولا مطلوب منك خطين متعامدين وتشوف برضو رأسل السؤال هل قال لك حوض جميع الاشكال ولا حوض شكل واحد ولا حوض شكلين انتبهوا للسؤال وانتم بتقرأوه تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول احسب ناتج تلاتة فاصل خمسة ضرب خمسة طبعا احنا عايزين نضرب فلازم استخدم مسلا اسلوب معين في الضرب فيه اساليب كتيرة في الضرب يعني مسلا ممكن استخدم الضرب الرأسي ان انا اضرب خمسة ضرب تلاتة فاصل خمسة عادي جدا يلا نضرب خمسة ضرب خمسة بخمسة وعشرين طبعا خمسة ومعانا الاتنين خلي بقى لك مكتبش الخمسة وعشرين كلها هكتب الاحد اللي هو الخمسة وارفع الاتنين اللي هي العشرات بعدين خمسة ضرب تلاتة بخمستاشر وهنزود عليا اتنين هتكون سبعتاشر هنا العلامة بعد ركب واحد يبقى احنا نحط العلامة بعد ركب واحد يبقى الاجابة هتكون سبعتاشر فاصل خمسة ممكن طالب تاني يستخدم مسلا طريقة الشبكة في الضرب مسلا يقول هنا خمسة هضربها في تلاتة فاصل خمسة دي خمسة من عشرة يبقى اكتبنا خمسة من عشرة ودي طبعا تلاتة cama لفخمة الاحادي ابقى تلاتة وابدأ اضرب خمسة ضربت خمسة بخمسة وعشرين وحط العلامة بعد رقم بعد الخمسة ضرب تلاتة بخمستاشر بعدين ابدأ عملية الجمع هنا خمستاشر عدد كامل وهنا اتنين عدد كامل خمستاشر زائد اتنين كامل سبعتاشر سبعتاشر فاصل خمسة يبقى لجابة سبعتاشر فاصل خمسة بأي طريقة تحلو لك اضرب المهم الناتج يكون مزبوط السؤال اللي بعد كده بيقول عدد الطلاب في فصل ينحصر بين تمانية وعشرين واثنين واربعين يعني عدد الطلاب ينحصر بين تمانية وعشرين يعني اكبر من تمانية وعشرين واقل من اتنين واربعين واضح طيب وهو مضاعف للعدد تسعة اه يبقى انا لازم اجيب مضاعفات العدد تسعة من هي مضاعفات العدد تسعة التسعة بعدين نزود عليها تسعة تكون تمنتاشر نزود كمان عليها تسعة تكون سبعة وعشرين ونزود عليها كمان تسعة بتكون ستة وتلاتين ونزود كمان عليها تسعة بتكون خمسة واربعين لاحظ كده انه طلاب الصف بينحصر بين 28 و 42 تب من الرقم اللي بقع بين 28 و 42 هتلاحظ هنا ان هو 36 يقع بين 28 و 42 يبقى اجابتنا المزبوضة هتكون 36 طبعا فيه طريقة اخرى لو احنا بصنا لل30 هنا ليست من مضاعفات التسعة يعني اجابة خاطئة برضو 33 ليست من مضاعفات التسعة برضو اجابة خاطئة وال39 ليست من مضاعفات التسعة برضو اجابة خاطئة يعني الإجابة الصحيحة تكون 36 والأفضل أن أنت تكتب مضاعفات العدد قدام عينك عشان تقدر تجيب الإجابة الصحيحة اللي أنت عايزها بكل سهولة ويلا بينا نشوف السؤال الخامس السؤال الخامس بيقول في تحدي رمي الكرات كان عدد النقاط التي حصل عليها عمر عدد مربع زوجي مكون من رقم واحد عدد مربع زوجي مكون من رقم واحد طيب خلي بالكم هو قال عدد مربع يبقى لازم نكتب الأعداد المربع قدام عينينا عشان نشوفها الأعداد المربع لازم نكتبها قدام عينينا كده عشان نشوفها من هي الأعداد المربع الواحد طبعا لأن واحد ضرب واحد بواحد والأربعة لأن اتنين ضرب اتنين بأربعة نتعرفين العدد المربع هو عدد مكون من عددين متماثلين مضربين في بعض او عدد ضربة في نفسه 2 في 2 ب 4 3 في 3 ب 9 4 في 4 ب 16 5 في 5 ب 25 6 في 6 ب 36 7 في 7 ب 49 8 في 8 ب 64 9 في 81 10 في 10 مئة دي العدد المربع عدد المربع الزوجي مكون من رقم واحد من العدد المكون من رقم واحد دي الواحد والاربع والتسعة من فيهم الزوجي الاربع ممتاز يبقى نقدر نقول عدد النقاط التي حصل عليها عمر هتكون اربع نقاط عرفت منين ان هي اربع نقاط لانه قال لي عدد مربع زوجي وما فيش منها عدد مربع زوجي ومكون من رقم واحد الا الاربع بس طيب وقال لي وعدد نقاط طارق عدد مربع آآ مربع برضه تمام اصغر من 25 وهو احد مضاعفات الثلاثة طيب من اللي اصغر من 25 تعالوا نشوف اللي اصغر من 25 اللي هي ال 16 وال 9 والاربع والواحد كل ده اصغر من 25 طيب من منهم من مضاعفات الثلاثة آآ سمع الطلب بيقول التسعة احسن فعلا التسعة هي من مضاعفات العدد تلاتة يبقى عدد النقاط التي حصل عليها طارق هتكون تسعة نقاط يبقى هنا اربع نقاط وهنا تسع نقاط ممتاز شاطرين خلينا نشوف بقى ايه السؤال وحصل عثمان على سبع نقاط والله كويس جدا عثمان حصل على سبع نقاط دي ما فيهاش اي شي دي سبع نقاط بس بيسؤال بيقول لي اكتب الاسم الذي حصل على عدد النقاط الاكبر مين اكتر واحد حصل على عدد نقاط طبعا زي ما انتم شايفين عدد النقاط التي حصل عليها طارق تسعة هي اكبر عدد نقاط يبقى هنكتب الاسم هنا طارق هو اللي حصل على اكبر عدد نقاط وبكده يبقى الاجابة انتهت لعظوا ان السؤال ده عليه درقتين بتكون فيه درجة على خطوات الحل اللي هي موجودة داخل المربع اللي انتم شايفينه دلوقتي وبيكون فيه درجة اخرى على الناتج النهائي فانتبهوا الى خطوات الحل لازم تكتبوها يلا بينا نشوف السؤال السادس السؤال السادس بيقول اختبار قابلية القسمة للأعداد التالية على الاتنين والخمسة والعشرة والمية صل العدد بقابلية القسمة المناسبة له المجدد تعالوا نقرأ قابلية القسمة اللي تحت ونشوف العداد اللي فوق اول حاجة قال يقبل القسمة على اثنين فقط اصلا الاعداد التي تقبل القسمة على اثنين شرط القابلية بتاعها انه يكون عدد زوجي طيب مين العدد الزوجي اللي هنا اه اللي اثنين اللي هو اول رقم 1232 يعني ده عدد زوجي يعني ده ممكن ينفع طيب ده عدد فردي اللي بيبدأ بسبعة خلاص مش هناخده ينفعش ده بيبدأ بخمسة مش هينفع ده بيبدأ بصفر اه ينفع ده بيبدأ بصفر اه ينفع لانه عدد زوجي ده بيبدأ بواحد لا فردي وده خمسة عشرين فردي اربعة وخمسين زوجي هنا سبعمائة وخمسين بيبدأ بصفر زوجي اه عندي كم واحد اللي عند الوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس اعداد كلهم زوجية طيب أنا عايزي أقبل القسمة على اثنين فقط على اثنين فقط من اللي بيقبل القسمة على اثنين فقط الأول لأنه بيبدأ باثنين طبعا والاثنين دي لا تقبل القسمة لا على خمسة ولا على عشر ولا على مية لأن اللي بيقبل القسمة على خمسة لازم يبدأ بخمسة أو صفر يعني احد وخمسة أو صفر اللي بيقبل القسمة على عشرة لازم يكون احد وصفر واللي بيقبل القسمة على مية لازم يكون احد وعشراته صفر فبالتالي اللي يقبل القسمة على الاثنين فقط هيكون هذا اول عدد وهذا اللي هو الاربعة وخمسين لانه بيبدأ باربعة تمام يبقى دولة بس اللي بيقبله القسمة على اثنين فقط تم مين اللي بيقبل القسمة على خمسة فقط اه سمع واحد بيقول اللي بيقبل القسمة على خمسة هو اللي بيبدأ بخمسة او صفر بس احنا هناخد اللي بيبدأ بخمسة بس ليه لان اللي بيبدأ بصفر هيقبل القسمة على عشرة فمش هيناخده طبعا لانه نحن عايزيني يقبل القسمة على خمسة فقط يبقى ناوض الخمسة وخمسين لانه بتبدأ احدها خمسة وكمان الخمسة وعشرين لانه برضو احدها خمسة مين اللي بيقبل القسمة على اثنين وخمسة وعشرة اكيد طبعا اللي هيقبل الاسم على اثنين وخمسة وعشرة لازم يكون بيبدأ بصفر ليه؟ لانه عشان يقبل القسمة على عشرة لازم يبدأ بصفر وطبعا إذا بدأ بصفر أكيد هيقبل القسمة على خمسة وكمان أكيد هيقبل القسمة على اثنين تمام؟ لأنه طبعا هيكون هو عدد زوجي إما من اللي بيبدأ بالقسمة أو اللي بيقبل على عشرة وخمسة واثنين أي حد بيبدأ بصفر يعني ممكن نقول هذا وبرضو هذا تسعمية بيبدأ بصفر وكمان السبعمية وخمسين بتبدأ بصفر تمام؟ واضح؟ طيب تعالوا نشوف الأخير يقبل القسمة على اثنين وخمسة وعشرة ومية معا طبعا عشان يقبل القسمة على مية لازم يبدأ بصفرين تمام؟ وطبعا لو بدأ بصفرين أكيد هيقبل القسمة على عشرة لأنه بيبدأ بصف وأكيد هيقبل القسمة على خمسة لأنه بيبدأ بصف وأكيد هيقبل القسمة على اثنين لأنه زوجي من هنا اللي بيبدأ بصفرين؟ ما فيش إلى التسعمية فقط يبقى كده عرفنا اختبار قابلية القسمة افتكروا دايما ان العدد الذي يقبل القسمة على اثنين لابد ان يكون زوجي والعدد الذي يقبل القسمة على خمسة لازم احده صفر او خمسة والعدد الذي يقبل القسمة على عشرة لازم احده صفر والعدد الذي يقبل القسمة على مية لازم احده صف وعشراته صفر افتكروا دايما المعلومات دي ان دي اختبارات قابلية القسمة تعالوا نشوف السؤال السابق السؤال السابق بيقولك لديك بطاقات اول بطاقة تسعمية وخمسين الف وواحد تاني بطاقة تسعمية وثمانية الف وتسعة ثالث بطاقة اربعمية ستة وسبعين الف اربعمية اثنين وثلاثين واخر بطاقة خمسمية ستة وستين الف اربعمية وثلاثين انقل البطاقات او انقل بطاقات العداد المعطاة في المكان المناسب عايزين عدد اكبر من عدد من العدد الاكبر من عدد ممكن اقول تسعمية وخمسين الف اكبر من تسعمية وثمانية الف انه طبعا دي تسعمية وخمسين الف انه ما دي تسعمية وثمانية يبقى عادي نكتب هنا تسعمية وخمسين الف اكبر من تسعمية وثمانية الف وتسعة تمام طب عدد اصغر من عدد اكيد الربعمية الف اكيد اصغر من خمسمية الف يبقى اربعمية ستة وسبعين الف واربعمية اتنين وتلاتين اصغر من خمسمية ستة وستين الف واربعمية وثلاثين وطبعا في اكثر من اجابة مش اجابة واحدة المهم يكون عدد اكبر من عدد وينه عدد اصغر من عدد لان دي علامة اكبر اما دي علامة ايه اصغر يلا بينا نشوف السؤال الاخير صل بين ثلاث نقاط من رؤوس المضلع السداسي المنتظم التالي لانشاء مثلث مختلف الاضلاع هو قال لي هنا مثلث مختلف الاضلاع يعني ايه مثلث مختلف الاضلاع يعني اضلاعه غير متساوية في الطول وزاوية غير متساوية في القياس وليس له خطوط تماثل تمام طيب تعالوا نشوف انا وصل ازاي ممكن اوصل النقطة دي بالنقطة دي تمام وبعدين اوصل النقطة دي بالنقطة دي طلال هنا مسلث مختلف الاضلاع لان ده طوله يختلف عن هذا يختلف عن هذا تمام وهذا شكل المسلث عشان تبعر فين شكله هذا هو ده مسلث مختلف الاضلاع وخلي بالك منصفات مسلث مختلف الاضلاع انه اولا اطلعه اطوالها مختلفة قياسات اللي زوايا مختلفة وكمان ليس له خطوط تماثل ده مختلف الاضلاع مختلف الاضلاع ما له مختلف الاضلاع اولا اطوال الاضلاع غير متساوية غير ايه متساوية في الطول وقياسات الزوايا عنده برضو غير متساوية في القياس تمام يبقى اطول اضلاعه غير متساوية متساوية وكياسات الزوايا غير متساوية وكمان ليس له خطوط تماثل يعني خطوط تماثل يعني خط يقسم الشكل الى نصفين متماثلين تماما او عنده ثانيه ينطبق الشكل على نصفين تمام طبعا اه ده مسلث مختلف الاضلاع طيب خلونا نخطأ يعني مثلا نقول ان السؤال هيجي بشكل تاني هيقول مثلا مثلث متطابق الاضلاع خلونا نمسح ده كله نفترض انه في السؤال قال لي مثلث متطابق الاضلاع اوصله ازاي مثلث متطابق الاضلاع بص معايا كده هوصل اختار لون احمر طبعا انا غيرت السؤال نفترض انه قال نفترض انه هنا قال مثلث متطابق الاضلاع كيف يكون شكله تعالوا نوصل مثلث متطابق الاضلاع هنوصل مثلا دي كده اه سمع طالب يقول لي هنوصل كده احسنت وكده ده مسلث متطابق الاضلاع شايفينه الاحمر ده مسلث متطابق الاضلاع لان الاضلاع دي كلها متساوية ايه مميزات المسلث متطابق الاضلاع اضلاع متساوية في الطول زوايا متساوية في القياس كل زوايا منهم قياسها ستين درجة يعني الزوايا دي كده كل زوايا منهم قياسها ستين درجة تمام وكمان له ثلاث خطوط تماثل له ثلاث خطوط تماثل يعني ممكن ان انا اقسمه نصفين من تلاتة اتجاهات ممكن من عند الرأس الاولى كده يعني ممكن اعمل خط التماثل بالشكل ده ده خط التماثل اهو ادي خط التماثل اول وممكن خط التماثل تاني بالشكل ده وممكن خط التماثل التالت بالشكل ده. يبقى ازا المسلس متطابق لاضلاق اضلاق متساوي في الطول وزباق متساوي في القياس ولو ثلاث قطور تماسل ورسمته. طيب خلينا نشوف سؤال اخر على نفس الفكرة. ممكن يقول لي مسلا مسلس متطابق الضلعين. خلينا نمسع ده كده. ونقول مسلس متطابق الضلعين. مثلس متطابق الضلعين. هيكون شكله ازاي? تعالوا نشوف. هننجيب الخط برضا عشان نوصل. تمام? وطبعا لازم توصل بالمسر عشان يكون توصيلك صحيح وشكله كويس. ممكن نعمل مثلا مسلس متطابق الضلعين. ازاي مثلا كده. بس هنا مش هنوصل بين ثلاث نقاط. هنوصل بين نقطتين بس. تمام? ده مسلس متطابق الضلعين. شايفينه هذا المسلس? ده مسلس متطابق الضلعين. المسلس متطابق الضلعين هنا انا وصلت بالنقطتين بس غيرت السؤال. مش هنقول لوصل بين ثلاث نقاط. هنقول لوصل بين نقطتين. تمام? طيب. هنا هيطلع لمسلس متطابق ضلعين. كيف عرفت ان هو متطابق ضلعين? اولا لانه عنده ضلعين فقط متطابقين. اللي هو الضلع ده زي ما انتم شايفين. خلينا نغير اللون عشان تشوفوه. الضلع ده. والضلع ده. متطابق الضلعين. اما الضلع الثلاث مختلف عنه. طيب ايه صفاته? عنده ضلعين متطابقين. يعني عنده ضلعين متسويين في الطول وعنده زاويتين متسويين في القياس. اللي هم زاوية القعدة اللي هنا. وكمان له محور تماثل واحد. اللي هو بيكون هنا كده. له محور تماثل ايه? واحد. طبعا في الامتحان ممكن يجيب لك اي شكل. المهم تكون انت درس الخصائص كلها عشان تقدر تعرف تجاوب على اي سؤال. ممكن في السؤال هو يقول لك ارسم. ارسم مثلا مثلث متطابق الضلعين. او ارسم مثلث متطابق الاضلع. او حتى يقول لك ارسم مثلث قائم الزاوية. ايه هو المثلث القائم الزاوية. او مثلث احتوي على زاوية قائمة. تعالوا نشوف شكله. كده المثلث القائم الزاوية. ادي ادي مثلا خط. وهنا زاوية قائمة هنا. وهذه الخط التالت. ده مثلث قائم الزاوية. طبعا هنا ده مختلف الاضلع. لان اضلعه مختلفة. يبقى ليس لو محور تماثل. يبقى قائم الزاوية. وفي نفس الوقت مختلف الاضلع. طيب ممكن يكون قائم الزاوية ومتطابق الضلعين. يعني كده مثلا يكون الضلعين قد بعض. خلاص. في الحالة دي هي هيكون قائم الزاوية ومتطابق الضلعين. لان الضلع ده ادي الضلع ده. تمام? يعني ده قائم الزاوية ومختلف. وده قائم الزاوية. ده قائم الزاوية. وفي نفس الوقت مختلف. وده قائم الزاوية ومتطابق الضلعين. يعني القائم الزاوية ممكن يكون مختلف وممكن يكون متطابق الضلعين. بس هلين في القائم الزاوية ومتطابق الاضلع طبعا لا. ليه? نحن نتفقنا ان متطابق الاضلع زاوية متساوية. وكل زاوية من زاوية ستين ستين ستين. يعني عمره ما يكون في زاوية تسعين ابدا. وبكده يبقى احنا نهاينا المراجعة. ارجو ان يكون الشرح هناك لاعجابكم. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة. اعمل لايك وشير للحلقة. واشترك في القناة لو انت اول مرة تزورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.